بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وشركات التمويل في سوق الفوركس الحقيقة النهاردة أنا هتكلم في موضوع قد يبدو شائكا يعني الموضوع ده قصر في الفترة الماضية بشكل كبير جدا وحتى كانت بتجينا تعليقات وحفاظا على خصوصية الأصدقاء كنا بنمنع نشر هذه التعليقات لأن ممكن تكون يعني محرجة بعض الشيء يعني من ضمن التعليقات صديقنا هللاقي العلم المخفي عندي خمس سنوات والله معلمة أقول شهيد وقعت لي أزمة بلاش أحكي عنها حاليا ما عندي مال أشتري حساب إذا تريد نعمل معا وأنا راح أتدول يوجد حساب 15 ألف دولار بتسعة وتسعين دولار فقط وشركة موصوقة أنت ما راح تعطيني لا فلوس ولا شيء أنت تتحكم في كل شيء السحب والإداع راح أعطيك الشركة وتكون بتسجيل اعطيني فقط حساب ام تي فور أنا حاب إذا حاب تواصل معي طبعا مثل صديقنا العلم المخفي فيه أصدقاء كسرين كانوا طلبوا المساعدة القناة مقسومة نصين زي ما يقولوا يعني فيه ناس معاها مصاري وناس آخرين متجرين مش معاهم مصاري بس عندهم استراجيات والاستراجيات دي هما جربوها وقالوا أن هي استراجيات ممكن تعمل مصاري جيدة هيا دي المشكلة إزاي تقدر توفق ما بين الاتنين اللي هو معا المصاري واللي معا الخبرة طبعا عايزة مصداقية وعايزة ثقة لذلك أنا باقترح اقتراح يعني مثلا لو إخوانا مثلا في المغرب يعرفوا بعض تمام يجتمعوا خمسة ستة عشرة أيا كان طبعا العدد لما يكون كبير بيكون صعب لكن العدد لما يكون كبير برضو هتكون المصاري قليلة بمعنى إيه بمعنى مثلا إحنا مثلا اتفقنا عشرة موجودين في دولة المغرب الشقيقة تمام فالعشرة ده يعني كل واحد هيدفع ما يعادل مثلا هنقول متين دولار أقل من متين دولار لأن الحساب اللي هو الربعمائة ألف بألف تمنمية تمانية وتسعين ما هم عشرة مش هشتركوا مثلا في حساب بخمسين ألف لكن ممكن العشرة يشتركوا في حساب الخمسين ألف ما فيش أي مشكلة لكن أنا بقول لك الأفضل إنهم هشتركوا في الحساب اللي هو 1892 فيحصلوا على خصم يعني هيدفع هنقول مثلا ألف وتمنمية تمام دفع ألف وتمنمية فكل واحد مثلا دفع 180 دولار طيب تمام الشغل بقى يتعمل إزاي إن واحد فقط هو اللي هيدير الحساب في العشرة دولار التسعى الآخرين ما لهمش أي دعوة طيب افرد اللي هو فشل خلاص فلازم تكون هناك مصداقية واثقة للرجل اللي هيدير ده الرجل اللي هيدير ده هل هو هيقدر ينجح ولا مش هيقدر ينجح فهي دي المشكلة وممكن تتعامل في حساب مثلا صغير حساب بخمسين ألف تلتمية وخمستاشر فلو فرضنا مثلا إن خمسة قرروا يشتركوا في الحساب اللي هو بخمسين ألف فكل واحد هيدفع ما يعادل مثلا ستين دولار بعد الخصمة حوالي يقول ستين دولار تمام فستين دولار هو بالنسبة له أمر جيد لو صاحبنا ده ربح اللي هو هيتم اختياره من ضمن الستة خلاص انتهى الأمر اللي هو مثلا ربح عشر تلاف دولار فهيتوزع عليهم تمن تلاف دولار فده أمر جيد طبعا أمر جيد هيقدر كل واحد منهم يفتح حساب هي دي النقطة هي دي المعادلة طبعا لما بيشترك ناس كتير بيفضل إنه يكون حساب كبير يعني ربعمائة ألف أو متين ألف في البعض بيعملها بس بيعملها إيه ممكن يعملها مثلا في حساب اللي هو الربد تمام؟ أنا برشح حساب الربد في MyForexFund يعني أنتو لو عاوزين تعملوا الشكل ده الشكل الجماعي اعملها في حساب الربد طيب ليه؟ لأن الفشل فيه أليل لا يوجد مدة طبعا يوجد حساب التقييم اللي هو 300 ألف لكن حسابات التقييم بيغلب عليها فيه ناس ممكن تفشل وفيه ناس ممكن تنجح لا أنا عاوز حساب الفشل فيه يكون أليل فأختار حساب الربد حساب الربد أنا برشحه للمشاركة الجماعية ليه؟ لأسباب كثيرة أولها أني مثلا الحساب طبعا المائة ألف يعني أنت مش هتشترك مثلا مشاركة جماعية هتشتركه مثلا في حساب العشر تلاف يعني ممكن فيه ناس يقولك إيه إحنا نشترك في حساب العشر تلاف تلاقي خمسة عاوزين يشتركوا في حساب العشر تلاف اللي هو بـ 99 دولار لا هي مش كده يعني كده يعني هتبقى حاجة صعبة جدا فخليك على الأقل حساب الخمسين ألف الخمسين ألف ده بتلتمية تسعة وتسعين لما أربعة أو خمسة أو حتى تلاتة يشتركوا في الحساب اللي هو تلتمية تسعة وتسعين فكل واحد هيدفع هنقول مثلا مية وعشين دولار مية واربعين دولار مية وخمسين دولار بعد كوبون القسم 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 بـ MyFourx Fund فمفيش أي مشكلة بس أنا برشح الحساب اللي هو المئة ألف الحساب المئة ألف لأنا برشحه هو بـ 749 لو افترضنا أن تلاتة دخلوا في هذا الحساب فكل واحد هيدفع متين وخمسين دولار كل واحد هيخسر متين وخمسين دولار ما يميز هذا الحساب انه هو مفيش مد لا يوجد مد هو عاوز تارجت فقط عزر مفيش تارجت كمان يعني انه تارجت هو عاوز انت تعمل ربح 1000 دولار 2000 دولار علشان تسحب 12 بالمئة من الالف شوف بقى فكرتي ان تلاتة مثلا يشتركوا في حساب اللي هو المئة الف تمام او اربعة ايا كان لو اربعة مثلا هيكون اقل من من 180 دولار كل واحد او اه حوالي 180 دولار كل واحد او اه حوالي 180 دولار كل واحد فمئة وتمانين دولار اربعة دخلوا فكرروا ان هم مثلا عاوزين يعملوا تارجت 5000 دولار 5000 دولار عشان لما هيستلموا هيستلموا 600 دولار هيستلموا 600 دولار زائد 749 دولار اللي هم تم دفعهم فكل من يعمل 5000 دولار يسحب ويسحب الريفاند اللي هو الخاص به المصاري اللي هو دفعها ويقدر يكمل ويعمل حسابين وليس حساب واحد يعني الريفاند اللي هو يحصل 749 هيعمل ايه حساب ومن الربح الخاص بالشركة اللي هو 600 دولار هيكمل عليهم خلاص حاجة بسيطة وهيعمل حساب تاني فاصبح هو الاربع اللي دخلوا دولار هيقدروا فيه خلال شهر شهرين هيقدروا يعملوا اربع حسابات ديوه تمام وفي نفس الوقت ليه يوجد قيود زمنية يعني ما تحاولش تعمل مشاركة جماعية وعندك قيود زمنية ليه؟ المشاركة الجماعية مع القيود الزمنية هتكون الامر صعب اسكان الموضوع ده صعب مع الفرد الواحد يعني مع الفرد الواحد عنده ضغط عصبي جدا ان هو تلاتين يوم ولازم ينتهي من التحدي في تلاتين يوم فالامر صعب جدا فما تدخلش في مشاركة جماعية انا من نصيحتي ما تدخلش في مشاركة جماعية الا في حسابات اللي هي بلا حدود زمنية تمام وانا برشح طبعا ماي فوركس فاند وبعد كده المصاري اللي تيجي منها ممكن بقى تشترك في الحسابات اللي انا برشحها طبعا الشركة الاولى بالنسبالي وعند تجربة اي ايت طبعا ان شاء الله هقول لكم بشرة صارة بس خليها تكمل على خير ان شاء الله في اي ايت اي ايت شركة جميلة قوي وعند تجربة شركة جميلة قوي والدفع بيها بيكون اوتوماتيك والانتقال با من المراحل اوتوماتيك وكل حاجة كويس بس انا انا جربت الحساب اللي هو الخمسين الف وان شاء الله اللي هيعمل مقبلة يا رب ان شاء الله يعني ممكن ابقى اشترك في الحساب المتين وخمسين الف اول ما اعمل عملية صحبة من الخمسين الف هبلغكم ان شاء الله مش اقول لكم كام بس هعمل وقتها الحساب اللي هو المتين وخمسين الف الحساب المتين وخمسين الف ده بقى اشتغل اشتغل زي ما انت عاوز بس حكاية المشاركة الجماعية في البداية انك تشترك في شركة مثلا اي ايت اي 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 ا نحن نسوها أه registers أيدي؟ حالك fossحًا أنت تجريب على ضد الإلكترأ المنسؤ حشارك إقترأة المنسؤول يستخدم إفكار الشركات تفعش تشتغل معها من اكتر من جهاز. انت فاهم? وخصوصا لو كان اجهزة خارج البلاد. يعني واحد بيشتغل من مصر والاخر بيشتغل من العراق. او واحد بيشتغل من المغرب والتاني بيشتغل من الجزائر. مش هينفع. الشركة دي مش هينفع معها. لان الاي بي بي ياخدوا اي بي الجهاز. انا فجأت بالحكاية ديت. في اف تي يو كي. لكن هي شركة محترمة. طبعا شركة محترمة جدا. وبتعطيك حساب مجاني. يعني هو عندهم عرض حاليا بيعطوا حساب مجاني. خلي بالك في منافسة كبيرة جدا حصلة بالمناسبة. بابين اف تي يو كي. والشركة اللي هي سيتي تريدرس. طبعا. سيتي تريدرس عاملين برضو عروض. يعني عاملين عرض اهو الكمبيوتر هيروح لها دلوقتي. عاملين عرض عشرة بالمئة. عاملين العرض العشرة بالمئة. عاملين العرض العشرة بالمئة. اهو ديسكاوين. وفاضل يوم وساعة. وخلاص. هو خلاص العرض ده هينتعي. بس هم بينافسة مين. بينافسه اف تي يو كي. لان اغلب القواعد الخاصة ب اف تي يو كي. هي مشابهة مع سيتي تريدرس. بس هناك فارج كبير جدا. يعني انت بتكلمني انت. يعني بص من margins sometimes. ربما زوجت اليريlies مني. يعني مثل بينافسات الى سيتيت حدقت الحساب السبعين الف انا هدفع فيها خمسمية اربعة وثمانية بووند السبعين الف ده انت بتاخد سبعت Blake 17 000 ا tort. تماما. و بيضرب في اربعة نفس الكواعد الموجودة الف تي يو كي تماما? آه بتدفع كام؟ خمسمية اربعة وتمانين باوند. ويعمل للك خاص. هما كانوا ستمية ا вообще اربعين. اصبحوا 5enta طب تعالي نشوف F T UK. F T UK بتيعطيك حساب سبعتاشر الف وخمسمية وينقلك للسبعين الف باوند نفس النظام بربعمية تسعة واربعين باوند. أقل! além 589 باوند اه idee بربعمية تسعة واربعين. و Wanerta مع حساب مجاني ومعي اعنا حاجة خطيرة جدا. просто مشاركة لدي creovet Deutschland بيطانية عرضة غير طبيعية. يعني شوف الشركة الثانية عاملة 10% خاصم ومع ذلك الأسعار الخاصة ب FTEK أقل منها وكمان عاملة عرض حساب تاني مجاني فكأن هذا الحساب بدل ما هو من 449 إحنا عاملين خبون خاصة كمان 5% تكتب بس بورصة داركو وانت بتدفع تحصل على 5% يعني أنت مثلا الحسابين هيبقوا واقفين بكام 449 إقسم بقى على 2 يعني 225 يعني الحساب ممكن لا يقف عليك بي مثلا بـ 215 220 حساب بـ 17500 طبعا بالدولار هتلاقي بـ 22500 وتصل لـ 90000 فده أمر رائع طبعا أمر رائع فرصة فرصة في هذه الشركة طبعا لكن ما ينفعش تعمل فيه الكلام اللي احنا قلنا عليه المشاركة الجماعية ممكن تعمل فيه مشاركة جماعية بس هيكون على جهاز واحد تمام؟ ميزة هذه الشركة إنه إيه مية وتمانين يوم دي حلوة برضو يعني الناس اللي هي عايزة تشترك مشاركة جماعية بس يكونوا من دولة واحدة المغرب الجزائر مصر العراق من دولة واحدة ويعملوا هذه المشاركة الجماعية اللي يعملوها مع هذه الشركة هيبقى الموضوع سهل وفي نفس الوقت المصاري اللي هم هيدفعوها هتبقى مصاري قليلة تمام؟ وممكن يعملوا بقى الحسابين كل حساب على جهاز مختلف تمام؟ ويقول لك والله أنا عايش في شقةتين زي ما أنا هنا مثلا في مصر لما الشركة مثلا لقيتني بشتغل من القاهرة ومن الإسكندرية عند شقة في القاهرة وعند شقة في إسكندرية إيه المشكلة؟ برضو في المغرب عندك في مدينة معينة وكازابلانكا مثلا أو الرباط أي مدينة وأوفاس أي مدينة بقى أنت عايش فيها تمام؟ الجزائر نفس القصة فأنت لازم تعمل الحتة ديت إن أنت كل جهاز يكون مسؤول عن حساب بس ما ينفعش بقى لأنت تنقل الحساب ده من الجهاز ده لجهاز آخر تمام؟ لكن هم يعني طالما داخل الدولة مفيش مشكلة طالما داخل الدولة مش هتلاقي مشكلة لكن واحد بيشتغل من المغرب والتاني بيشتغل من الجزائر على نفس الحسابات لا هتبقى مشكلة طبعا هتصطدم بقى مسألة ايه الضمانات ايه اللي ممكن يقدمه الطرف اللي هو هيدير طب افرد خسر هو تسعين في المية ممكن يخسر يعني أنت لازم تكون عامل حسابك إنه هو تسعين في المية هيخسر تمام؟ لو أنت داخل معاه على المكسب بس ما تدخلش أنا بقولك لو أنت هتتشاركوا في عملية الربح فقط ما تدخلش الشركة أساسا لو كانت على الربح فقط فهي شركة حرام يعني لو ناس بتتشارك على الربح فقط فدي شركة أساسها حرام تمام؟ الشركة بتكون على الاتنين إن هي مكسب وخسارة لو أنت متقبل الخسارة يبقى ممكن تتشارك في هذا الموضوع طبعا أنا مش بتكلم الكلام ده ليه؟ أنا بعيد خالص عن الموضوع ده أنا مع نفسي أنا بشتغل مع نفسي مع حالي تمام؟ لكن أنا بتكلم إن في فريق معاه مصاري وفريق آخر يعني يمتلك الخبرة لكن ليس لديه مصاري لظروف ما حدثت معه في حياته طب ليه ما نساعدش بعض؟ خلي بالك إن نية الخير نفسها لما تكون متوجدة خلاص انت الأمر هي الشركة بتنجح ليه؟ النية نفسها يعني طالما عندك نية الخير ونية مساعدة الآخرين خلاص توكلوا على الله بس يفضل إنه يكون فيه تعارف بشكل يعني يكون بشكل حي بشكل لايف يعني تتقابله يعني إنت مثلا لو إحنا في القاهرة نتقابل في القاهرة لو إحنا في المغرب نتقابل في المغرب لو إحنا في العراق نتقابل في العراق تمام؟ ونعمل جلسة عمل والله يا جماعة إحنا مثلا كام خمسة ستة طيب إحنا نشترك إن شاء الله في واحد مننا يعرف يكتاز امتحان تقييم FTMO طب إيه رأيك يا جماعة إحنا نجمع المصاري لهذا الشخص ونعطيه مثلا عشان يدخل الحساب اللي هو المتين ألف تمام؟ فالمتين ألف طبعا هدفع كام؟ هدفع ألف وتمانين يورو فإحنا لو خمسة هنقسم المبلغ علينا آه طب كل واحد هيكون حوالي ميتين يورو أو ميتين وعشرين يورو تمام؟ ميتين وعشرين يورو بأصبح معاك حساب بيديره أحد الأشخاص بمتين ألف دولار طبعا هنا المعادلة بقى الحساب هيتكتب باسم مين؟ انت فاهم؟ طب وافرد إن الحساب الكتب باسم واحد والحساب ده نجح وربنا كرم طيب ما كده المصاري هيتحول على حساب واحد خلي بالك هيتحول له مثلا ربنا كرمه وربح مئة ألف دولار من الشرك لازم هنا بقى يكون هناك مصداقية وثقة في هذا الشخص إنه هو لما يربح مئة ألف دولار هيوزع المئة ألف دولار ديت على باقي المشاركين ما إحنا يا جماعة متشاركين إحنا لو كنا خسرنا هنتحمل الخسارة ولو ربحنا هنوزع ما بيننا الربح هي دي بقى لازم تكون يعني لازم تبقى عارف بيته انت فاهم؟ لكن هو لو ربح المئة ألف دولار يعني ممكن يترك البيت يترك كل شيء يعني خلاص بقى يجيب بيت آخر يعني مفيش أي مشكلة فالمسألة دي كلها هي المصداقية والثقة لو مفيش المصداقية والثقة خلاص لكن هل لابد منها؟ آه للأسف لابد منها وأنا بقول للأسف ليه؟ لأن ممكن واحد يكون مش عاوز يتشارك مع حد عاوز الحساب يكون بس هو معهوش مصار انت مضطر اللي انت تتشارك مضطر اللي انت تدخل ومش ضروري اللي انت تدخل في الحساب الكبير يعني ممكن 3 أو 4 أو 5 يتشاركوا في حساب صغير يعني ممكن يتشاركوا مثلا في الحساب اللي هو خلينا ده مش عشر تلاف يعني الـ 25 ألف الـ 25 ألف ده بـ 250 يورو هل ممكن مثلا خمسة يتشاركوا فيه الـ 250 يورو؟ آه خمسة وكل واحد 50 يورو بحيث لو خسرهم هي تجربة هو خسر كام؟ 50 يورو لكن لو ربح خلاص مجرد ما هيعدوا التقييم كل ما هيعد تقييم يعمله حساب تاني كل ما يستلموا الـ 250 يورو ديت سيبك من الربح اللي هم يربحوه لا هيتم رد الـ 250 يورو روح عامل حساب تاني ويدخل التقييم وهكذا فلو خمسة اتفقوا مع بعض ان بدل ما انا هدخل بـ 250 يورو لا انا هدخل كل مرة بـ 50 يورو فهم الموضوع كل مرة هدخل بـ 50 يورو ويه الحساب فشل فشل نجح خير وبرك طيب من الخمس محاولات انا كده عندي خمس محاولات بس حساب ايه مشترك بدل ما كان حساب واحد بـ 250 يورو وخسرته لا انا كده عندي خمس محاولات بس حساب مشترك فالخمس محاولات ده بالتأكيد ان شاء الله في محاولتين هينجحوا تمام؟ فلما يكونوا محاولتين نجحوا يبقى انت كده ايه؟ معاك حسابين تمام؟ نجحين تقدر تدفع تاني مرة اخرى؟ اه اقدر ادفع تاني 250 يورو واع من نفس الفكرة علشان برضك يبقى معايا حسابين من الخمس على الاقل ممكن يبقوا ثلاثة يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت الخمس حسابات اصبح كل واحد له ايه؟ له حساب جربنا كم مرة؟ جربنا عشر مرات جربنا عشر مرات بدل ما نجرب ايه؟ الواحد يجرب مرتين؟ لا له انه يجرب عشر مرات تبقى فكرة جيدة لكن فيها محاذير كثيرة هي مبنية كلها على الثق انا طرحت الفكرة وعاوزين بقى اراءكم وتعليقاتكم واشتركوا مع بعض اعملوا بقى جروبات على التليجرام وتواصلوا مع بعض احنا طرحنا الفكرة وخير ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا